السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد موضوعنا النهاردة شايد جدا سهل جدا مفيد جدا جدا وناس كتيرة أصلا ما بتستخدموش معنوا في قمة السهولة والأهمية أنت لو بتعمل كتاب أو بتعمل رسالة أو ما شابه فأنت بتعب بيحصل إيه معاك المفروض أن أنت بتعمل عنوين رئيسية وعنوين فرعية وبتنسق الفقرات بتاعتك بالشكل ده تمام بعد ما تنسق الفقرات بتاعتك بالشكل ده افترض أن الكتاب بتاعك ده كان مثلا عشرين فصل أو الكتاب بتاعك ده كان زي مثلا فصل زي كده فيه تلاتين أو تسعة عشرين صفحة بعد ما خلصنا سقط الفقرة دي انت عايز تخلي الفقرة التانية والتالتة زيها تماما بتعمل ايه مظبوط قولنا قبل كده تخستغر الفورمات بينتر أو ناسخ التنصيق وكليك عليها وتروع جاي مختار الفقر رقم اتنين اصبح تنصيق الفقرة رقم اتنين تماما زي وزي الفقرة رقم واحد وممكن كمان ان انت تختار الفقرة رقم اتنين وتختار الفورمات بينتر أو ناسخ التنصيق وتعمل الفقرة مظبوط رقم تلاتة طيب مفيش شريعة اسهل تعال نعمل كنترول وزت وكنترول وزت ده بالفعل فصل من الكتاب والكتاب ده تمام فصول طيب انا ما انا اصلا وانا شغال محتاج نفس العنوان ده اقرره والعنوان الرئيسي للفصل بنفس الخطوط والاحجام اوحد شغلي في الكتاب اوحد شغلي في الرسالة وكذلك الحال في العنوان الفقرية في العنوان الفرعية وفي الفقرات طيب اصرب بقى في الموضوع ده ازاي بص كده معايا لو جيت اخترت اي فقرة عندك زي الفقرة دي في عندك حاجة اسمها الانات او الستايلز لو جيت فتحت ده كده بتلاقي في انات اصلا المايكروسوفت ويرد بيكوب مجاة زيلك والانات دي يا اما بتكون موجودة من عنده يا اما وانت بتنسك هو الراجل بيسجلها ايه ورق فتعالى بص كده انا اخترت تنسيق جاهز للفقرة اه ازاي ان انا قلت له بعد اذنك اختار لي تنسيق من الستايل الجاهز ده على طول وحطه ليه هنا يبقى ازا انت اصلا ممكن تستخدم ايه تنسيق جاهز طيب وده كده جميل لا الاجمل بقى اللي احنا هنعمله دلوقت مش ده العنوان الرئيسي للفصل مزبوط تعالى انا عرفه استايل جديد واقول له ان انا عايزك تعمل لي بعد اذنك كريت السايل واسمي الستايل ده ايه مزبوط اقول له سمي الفصل ده ايه اسم الفصل مش انت بقى عندك الفصل التاني والتالت وهكذا تمامي يبقى ده السايل جديد انا اضفته اسمه اسم الفصل ممتاز وتعالى مش ده عنوان الفصل اه اعمل برضو كريت السايل واقول له ان ده مثلا ايه عنوان الفصل يبقى انا كده كل الستايلات اللي اعملها بضيفها عندي عنوان الفصل وقوله OK هو موطرد ليه لأن أنا أصلا كنت عامله قبل كده وأنا شغال فهو كان موجود من قبل كده طيب تعالنا نقوله Create a style ونديله إيه اسم جديد وقوله عنوان الفصل 1 مثلا عنوان الفصل أنا كنت ب перем correl� وكنت بقوله إيه الاسم ده قبل كده يبقى عندي عنوان الفصل مش جاله عنوان الفرع للفصل تمام أو للكتاب كله قله Create a style وقوله برضو عنوان فرعي ونسميه مثلا واحد تمام وبعد كده دي الفقرة الاولى عندك اللي عجبتك ونصقتها وان انت خليت مثلا حجم الخط كام ولون الخط كام وكل حاجة عجبتك في الفقرة دي تمام وخلي كده المسافة ما بين الاسور تزيد شوية وقوله خلي قبل الفقرة يبقى موجود ستة وخلي بعدها ستة يبقى انت بتنصق الفقرة كاملة بخططها بألوانها بيبقى بولد ولا لأ بالمسافة ما بين السطور بانها تبقى جاستفايلو وبعد ما زبطت الفقرة دي ديفل السايل بتاعك وقوله سميها كريتا السايل وقوله فقرات قلو فقرات بقى ايه قلو فقرات مثلا ايه المؤلف يبقى كده انت عملت الكل شغل في شغلك لعناوينك الرئيسية والفرعية والفقراتك السايلات واللي السايلات دي كله عملت لها كريتا ونزلت عندك مظبوط تعالى بكل بساطة سلقة الفقرة دي بثلاتة او كليك مع انتر ايه اللي حصل تم اختيرها افتح هنا وقوله ايه فقرات الايه المؤلف في ثانية واحدة بمجرد ما اخترت اي فقرة واخترت السايل اللي اسمه فقرات المؤلف بقى ديه زي دي تماما اختار الفقرة اللي بعد كده وقوله انا عايزة خلاها فقرات المؤلف بقت زيها بالزبط يبقى اذا انت كل اللي بتعمله ايه انك بتحفظ السايلاتك او انات تنصيقك للمستند وبتحتفظ بيها داخل مستند ماكسوفت ويرد طيب تعال نقفل ده ونقوله سيف وتعال نفتح واحد جديد من ماكسوفت ايه ويرد يلا كده مع بعض نقوله ويرد ونشوف ايه اللي هيحصل لما جيت فتحت المستند الجديد البلانك ده لقيت ايه اللي موجود عندي لقيت فقرات الكتاب بس تدايق على فكرة كان قديم فقرات الكتاب ده طيب انا عايز والله عنوان الفصل والكلام ده راح فيل لا مش هتيجي معاكم مش هتبقى مستخدمة هنا تبليه كلام ده موضوع جميل وعايز اوحد شغلي اقولك ليه يلا نفتح الويرد مرة تانية ونعمل اوبن للملف اللي انا كنت شغال عليه ونعالج المشكلة دي مع بعض ادي الفصل الاول اهو اللي فيه كل اللي استيلات بتاعتي اللي استيلات دي عشان استخدمها داخل كل الملفات اللي عندي فيه حاجة جميلة اثناء كريتا استيل اسمها ايه مظبوط موديفاي يعني تعديل الستايل بعد ما تسميه وتقول له اوكي لا ده خلاص انا عملتهم زي اسم الفصل وعنوان الفصل فتعالى على اي استايل من دول ويكليك يمين اقول له انا عايز اعدل الستايل ده وقول له موديفاي وتعالى هنا بقى موديفاي ده الاسم اللي احنا سميناه ودي التنسيقات لو عايز تغير فيها ودي معينة وموجود هنا اختيار اسمه ايه only in this document يعني فقط هذا الستايل لهذا المستند ولا new document based on this template ولا انت خل الستايل ده معاك بعد كده لكل شغلي اقول له انا عايز الكل ايه الشغل بتاعي وتعالى على عنوان الفصل وقول له موديفاي وقول له انا عايزه برضه يقول له كل المستندات وتعالى على عنوان فرعي وقول له موديفاي وقول له انا عايزه يقول لكل زي كده وتعالى برضه على الفكرات الكتاب دي مرة تانية وقول له ان انا عايز اعمل موديفاي وقول له خليها لكل ايه الشغل بتاعي يبقى كده انا ما خلتش الستايلات دي كمان تكون خاصة بالشغل ده بس وقول له save وتعالى كده مع بعض نفتح Microsoft Word مرة تانية ونقول له بعد اذنك انا عاعمل blank document خالص اهو وبص كده بتلاقي كل اللي انت كنت عامله قبل كده وكل الستايلات بقت موجودة معاك فانت كده بكل بساطة وكل سهولة تقدر تستفيد انك لما تعمل الفصل التاني والتالت في شغلك تستفيد من الستايلز او الانباط File وتعالى نقول له Open ونختار مستند انا كنت شغيل عليه معاكم من الاول المستند ده بتلاقي ان احيانا الفكرات دي تظهر لك هنا في المستندات القديمة واحيانا ما تظهرش ليك وبالتالي انت لما بتعمل الستايل بتاعك وتحفظه عمدك بتستفيد بكل شغلك طب انا عايزة تستفيد برضو من الستايل ده هنا يا سيدي سهلة احنا قلنا انت عندك حاجة اسمها ناس خط تنصيق File Open واختار الفصل الاول انت عايز نفس العناوين دي بالزبط لان الستايلات دي ما ظهرتش Format Pinter وروح على الفصل ده كده وروح جاي عامل سيلك بقى زيه بالزبط وتعالى على Format Pinter بس طبعا الستايل بتبقى اسهل واسرع معاك لكل مستنداتك ودي طبعا بتكون من ضمن الحاجات الجميلة جدا ان انت تعمل استايلات عندك لكل شغلك وتبدي شغلك من الاول مظبوط ده يرايحك في كل القادم باذن الله على فكرة بمجرد ما انا خدت بقى Performat Pinter اللي هنا والعناوين وكله بص كده ايه اللي حصل في المستند انت استخدمت الستايل ده جايلك استخدمت الستايل ده جايلك استخدمت الستايل ده جايلك بس ده في المؤلفات الايه القديمة طيب انا عايز بقى لعنوان الفرعي بالمرة اروح جاي برضو على العنوان الفرعي اللي هو الستايل ده واروح واخده كده بالformat Pinter واروح جاي على طول معلم عليه هنا هلاقيه الضغافلية يبقى كده استفدنا تلت حاجات اولا ان انا في شغلي بأساسه صح وبضيف كل الستايلات اللي انا عايزها تمام طيب برضو بعد ما بضيف الستايل بقوله Modify واقوله بعد ايه اذا خلي كل الشغل الجديد يبقى فيه نفس الايه اي ملف مستند جديد يبقى فيه نفس الستايل تمام لو انت بالformat Pinter استخدمت نسخ لأي مستند موجود عندك قبل كده بيتنسخ التنصيق معك بالفعل وكمان بيتضاف عندك الستايل لان ماكسوفت ويرد بيتعلم من تنصيقك ومن شغلك ومن تنصيقاتك وبكده بتكون طريقة سهلة ومحترفة نطلع رسالتنا وكتابنا وشغلنا ومستنداتنا كلها بنفس التنصيق تماما يبقى للصلاة من اجمل موضوعات والجميلة جدا واللي الناس كده متسماش شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته